نتقل الآن مباشرة إلى قسنطينة وأجواء انطلاق الامتحانات الرسمية من هناك مع زميلة أمينة بعطوش صباح الخير أمينة ضعينا في صورة هذا الحدث التربوي الحام صباح الخير زميلتي في الاستوديو المركزي نعم نحن هنا نتابع مجريات اجتياز امتحان شهادة البكالوريا هنا بمركزي الإجراء الأختين سعدان بولاية قسنطينة ظروف تنظيمية محكمة صاحبت هذه العملية حيث التحق اليوم ما يفوق العشرين ألف مترشح لاجتياز شهادتي البكالوريا لذا يقف معي لمزيد من التفاصيل سيد عبد المجيد منصر وهو مدير التربية لولايات قسنطينة صباح الخير سيدي محل الخير لك وللإخوة والأخوات المشاهدين ننطلق من عدد المترشحين اليوم الذين اليوم هم مقبلون عن اجتياز هذا الامتحان الرسمي مترشحون اليوم لاجتياز شهادة تعليم البكالوريا دولة جوانة 2022 هو 22900 مترشح موزعين لـ 68 مركز فيما يخص المؤطرين مؤطرين مؤطرين يؤطر هذه المراكز 7723 مؤطر من طبعا أعضاء الأمانات رؤساء المراكز طواقم الطبية والأمنية الأستاذ الحراس والعمال ما هي الإجراءات التي قمتم اليوم بتفعيلها حتى توفر لتلاميذاتنا ظروف ملائمة ومناسبة لهم؟ يعني كل احتياجات المترشحين داخل المراكز متوفرة من الماء الشروب الأوراق الإجابات الوراق المستودات كل ما يحتاجه المترشح لاجتياز الامتحان داخل المركز توفروا الإدارة نذكروا الأولياء ونذكروا المترشحين بأن يكتفيوا في جلب الاستدعاء الرسمي بطاقة الهوية والسيارات اللي يكتبوا بها طبعا سيد ولي الولايات عطت تعليمات واضحة وصارمة رؤساء الضوائر مدير النقل رؤساء الشعبية البلدية لتسخير حافلات النقل المدرسي حافلات الخواص إن تطلب الأمر لتوفير سلاسة النقل على مستوى المحاور الكبرى بالنسبة للمترشحين وبالنسبة للمؤطرين فيما يخص أيضا الإطعام الإطعام متكفل بزملاء المؤطرين متكفل بتلاميذ اللي يجتازونها داخل مقاطعاتهم وكذا التلاميذ المستفيدين من نظام ميس الداخلي عدنا 45 مركز إطعام على مستوى الولايات يقدم أكثر من 45 ألف وجبة خلال طوال فترة؟ خلال خمسة أيام من الاجتياز يعني تسع فترات فترة صباحية وفترة مسائية فيما يخص أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التدابير المتخذة؟ التدابير المتخذة كالعادة هذه الفئة تحظى باهتمام كبير تحظى بتحضيرات خاصة وين ذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقات حركية نخصولهم قاعات أرضية طبعا نسخر لهم أساتذة حراس أساتذة يكتبون لهم الموضوع بالنسبة لإعاقات البصارية أيضا فقاعات خاصة ويسخر لهم أساتذة لقراءة الموضوع ولكتابة الإجابة وهناك أيضا مواضيع بتقنية البراي لمن يتقن هذه التقنية أكيد تقومون بالمراقبة الدورية لصير الحسن لكل العملية الإجراءة الامتحانات عبر كامل المراكز طبعا عندنا خلية متابعة لمراكز الإجراء فيها 14 خط هاتفي تواصل دائم مستمر مع المراكز مع رئيس المركز مع المكلف بالاتصال على مستوى المركز من أجل جمع المعلومات على مستوى المركز من أجل تبليغ ربما بما قد يحدث على مستوى المركز وهناك زيارات دورية لمرافقة الزملاء لطمأنينتهم ولتدخل إذا اقتضلت الأمر فيما يخص مراكز التصحيح هنا بولئة قصندينة مراكز صحيح عدنا مركزين ثانوية الحرية وثانوية عبد الحميد من بديس وعدنا مركز تجميع وإغفال لثانوية زيغود يوسف شكرا لكم سيدي أكيد كل الظروف مواتية لتلاميذاتنا فكل التوفيق للمترشحين اليوم لاجتياز شهادة البكالوريا والذين انطلقوا في الاجتياز المادة الأولى وهي اللغة العربية فكل التوفيق لتلاميذاتنا ونحن بدورنا نتابع العملية